رأس الأمين العام لدارة المياه محمد أليف موسى اختتام أعمال الورشة الوطنية حول اتفاقية دولية للمياه حيث قرجت الورشة بالعديد من القرارات والتوصيات التي من المنطقة أن تأخذها لحكومة بعين الاعتبار تقرير أحمد حامل عبد المجيد جاء اختتام أعمال الورشة الوطنية حول الاتفاقية الدولية للمياه التي شارك فيها خبراء وتقنيين دوليين إلى جارب مسؤولي الإدارات المعنية بشكل مباشر بالمياه والبيئة حيث تم خلالها دراسة وبحث مزايا وإيجابيات الاتفاقية الدولية للمياه والفائدة الكبيرة التي يتوقع الحصول عليها في حالة توقيع البلاد على هذه الاتفاقية من خلال الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال تسيير والحفاظ على الموارد المائية المشتركة الأمين العام بوزارة المياه محمد أليف موسى قال أن الورشة خرجت بالعديد من النتائج والتوصيات المثمرة كما قدم الخبراء العديد من النصائح والتوجيهات حول كيفية تقاسم مياه البحيرات بين شاد والدول المجاورة لها وكيفية التسيير واستغلال كميات هذه المياه في مجال التنمية المستدامة كما أكد على أن ملف موافقة شاد على التوقيع في هذه الاتفاقية تم رفعه إلى الجمعية الوطنية حتى يتم مناقشته والمصادقة عليه من قبل نواب الشعب كما اخترحت الورشة على أن تكون البلاد الناطق الرسمي باسم منطقة إفريقيا الوسطى في الأعمال والاجتماعات الخاصة بالاتفاقية الدولية للمياه ترجمة نانسي قنقر